اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه انا مدمناك ما اني عرف انك طريق اخر وصراب لانا ادرى من حبك اخف ولا 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 ادرى من حبك اخف اشتركوا في القناة لا ادرى من حبك اخف ولا ادرى من حبك اخف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان بيدرس في بلاد بره ولسه راجع كان بيدرس ايه بره؟ دكتور له شأنه وايه مكبار قوي وهو كبير امه وعايزة تفرح بيه ده عنده كم سنة ده؟ اتنين وتلاتين سنة طول بعرض وهيبة بلك انتي ام لما شافت صورتك وسألت على اصلك وفصلك قالت لنا مرضالوش بقى اقل منك ابدا وانا قلت لها الست النبيلة دي ست البنات وتستهل ابنك انما مكدة مجاتش معك لي هي كانت جاية معاه بس جالها مشغل على غافل عالتالة تروح بس هي وسطني بلغكم تيجو تتعاشوا عن انا الاتنين اللي جاية لو لو فاضين طبعا فاضين؟ لا يا عزيز مش هينفع احنا طبعا اهل وما فيش بنا تكليف وبيتكم بيتنا بس لازم نمشي بالاصول والاصول انك تتفضل هنا عندنا لحد ما نعمل خطوبة رسمية وساعتها هنيجا عندكم البيت براحتنا الفلوس دي نقصة لتبني ايوة ما ودا كل اللي معي هادر وقت اختلفناش بس اللي معك ده اقل من ببلغ الاتفاقل عليه حاضر هاجبلك بقية الفلوس وانا جايزت لما الباسبور باتفاقل بس انت تدفع زيادة خمسة جميع على الاتفاقل حاضر جمعتين وهستلم جمعتين وهنتقابل هي هيكون خلصان هي هبلغك هيكون خلصان امتن هدي يا صغيرة عشان نشكره مش كفاية الفلوس اللي حاضرتك الددهاني ده كده كثير قوي علي صدقيني تستهلي اكتر من كده يا شو احسن مش هادتعب اللي حصر محروف حاجة كويسة في الغاب او حاكتي اول شي حسيت انه الدعب قررنا لبعض شفتك كيف كنت عم تهتم فيها طول الوقت بالرغم من الزعلي صار بيناتنا قبل بس حسيتك عم تهتم فيه مش بس لاناك دكتر أكيد أنا عفل أن كنت خايف وألان عليك وثاني شي أنه ناجد أتواجتنا يمبايد عنه تعالي يا مريك حماتك متحبك أنا مش كوية زيك يا صوفية كلما الوقت بيعدي بخايف على أني يجي أكتر لو كان قرار ما حقيقا زمان تعرفنا سألني شنو تأكيد أكيد سي هذا بريال بلوم موسيقى 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 محشتوني وأنتي كمان؟ أمور بطلتو تيجو عندي ليه؟ من مدى آخر مرة هباشت فيها أنا أظن بقى صعب يا أرتين أنت عارف كويس أنا في إيه؟ لكن أنا بتعملني كأني ست مجنونة وأنت كمان يا أرتين؟ قوتي بس لا مش هقعد لو أنت كمان شايف أن أنا قنانية ومضيع بنتك وراي قوتي بس قوتي أنت أكثر واحدة عارفة يعني إيه قال الأم على ولادها؟ أنا زيك بالزبط الآن ألا ماريكا مني؟ لا، من الزمن أو من نفسها ماريكا عائلة صغيرة ونينو أول حب في حياتها طبعا نينو بيحبها كمان لكن إفريدي نينو إفريدي راجع ومش هاسس بيها زي زمان ما هو أكيد يا صفيع بعد ما عدت بينا ما باش ناجي إليه نعرفينه تحرب يا صفيع إيه يا قاني؟ ما بقتيش بتحبي قهوتي خلاص؟ بعد ما كان يومك ما بيبدأش أغل بيها؟ أم أنا جبتلك المحل كل الحد عندك هنا تعالي يا بنت هنا وحشتيني تب أمك وغدار أنت إيه؟ قاللت الأصل ومتساقليش على صفيع؟ لأن الدنيا جاي علينا كفاية ملاش نبقى إحنا وهي على بعض هتوزي مني أي حاجة تانية قبل ما أمشي؟ تمشي إيه؟ إنتي وش هسألي عالمية؟ إنتي موظفها لقطة وأنا اشتغلت الشهرة كله عشان أسألها عالمية؟ إنتي هتروحي مني فين؟ اتطمني عشان غالج بيه ومزيادة أمسكي أحب دايماً أول مرتبة يبقى كامل عشان تحاسي ترهاب شكراً يا صفيعاً ربنا يخليكي ليه شكراً يا صفيعاً 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 شرفت هنا يا هانا أهلاً وصحباً أصلي مامة نبيلة اللي يرحمها علمتها كل حاجة طلعتها ست بيت تحب تعمل كل حاجة بنفسها سكر حضرتك إيه يا طن؟ نعلقة واحدة حضرتش بلك أنت يا دولة هانا أنا جبت عرسان كتير وقليل للأنسة نبيلة بس هي مش أي حاجة تعجبها هدى لي دولة؟ تسلم إيدك يا حبابتي أقبل ما نشربه في بيتك يا حبابتي ما تتابيش نفسك يا عروس أنا هاخد بيت الشاي بتاعتك نفسي وانت يا نبيلة فين فين جالك؟ لا أنا بخاف الشاي يزهرني أنا مي بادري؟ أه علشان بحب أصحى بادري يا فتر بابا واشوفه قبل ما يروح الشو وقبل الوتيل باباكي كان بيعمل إيه؟ سندية أنت معرفش أنا وعيت على بابا عنده القتل هو بتاعه؟ ولا ورثه عن أهله؟ بتاعه طبعاً صدقي بيه اللي بناب نفسه وليه في شركة؟ لا للأسف للأسف ليه؟ علشان هو لشاي اللي حملة كله الواحدة فيش حد يشيل معاه واضح إنك متعلقة قوي بباباكي قوي؟ طبعاً البنت دايماً لأبوها وهي حبيبتي حتى ما عندهش أخواني بكرة أخوات جزها يبقى أخواتها؟ أيوة مال دا أكيد أنا المقاسات كلها كده عندي باضل بس إنك تختاري الموديل أنت محتاجها إمتى؟ والنابي ما أنا عارفها تبقى أجل لغاية ما تبلغيني؟ لا تأجلي إيه؟ الفلدة اشتغلي فيه لو خالص بجري خير وبارك اختاروا طيب المقاسات وأنا هستأذنك أطلع عندي الست ومؤجلالة شقة عليها على ما تختار عن إذنك البيت بيتك يا لطيف مبروك يا أبلا الله يبارك فيك يا حبيبتي عقبالك بس أنا مش عافة لي يا جليلة كده حاسة إن أنا حاسة إنها مش مرتاحة ليه يا قبل؟ خايفة يا جليلة من إيه؟ خايفة ليتلع مش قد المقام حيث هتفصلي عندها حد غير لطيفة اللطيفة عشرت عمره يا ما قصتتلي هبقى ليلة الأصل لو ما فصلتش عندها في يوم زيدة طيب أمي إيه بس؟ خايفة ليكون زوقي هو اللي مش قد المقام ده أنا كلي على بعدي مش قد المقام لكن صدق بيه شريكي على حالك حاسة إن هو مستني إن أنا أضغير أضغير وأبقى شباههم وأنا مش عارف أضغير حتى لو حاولت والله ما عارف ما اللي شباههم موجودين حاوليه في كل حد يبقى هيسيبهم كلهم ويجي ياخدك أنت ويعوز يغيرك هي الناس اللي بتختار تحب حده وبعدين تقعد تبكت فيه على اختياراته وتحاول تغير فيه ما من الأول يعني اختار حد شبهنا يا إما اللي مش شبهنا تسيبه في حاله إنما إنك تحب حد وتبقى مش قادر توافق عليه ده يبقى جنان يا بيت اختشي يا بيت ما تجيبهش سيرت سي صدقي كده حوش حوش يا سي صدقي يا بيت بس يا بيت ما تكسفنيش سي صدقي بموت في انتحكيتك يا بيت الله أنا قلت هاجة لقيكم مطلعين عشر فستين اللي لاقيكم تتسمروا هي الفستين حطير يا لطيفة ما موجودة هي هنختار دلوقتي تعالي قابله لا لا اللي قابله اللي قابله هو ده لا شفتش حلو قوي صحيح ما كانش اللوه اللازمة يا نظيرة كل ده انت بتحسبينا أغرب وحياتك مش أنا يا مجدة دخلها اللي قال صار لازم يجي لها الحلو كله في يوم زي ده يجعله يوم فرح يا رب فرح لينا كلنا انتوا عشرة عمر وحتبوا أهلي بإذن الله والأهل مفيش بينهم كسوف ضروري نتفق على كل حاجة اللي لينا واللي علينا عشان نبقى على بينا من الأول كلام موزوم وحضراتكم إن كان ليكم أي طلبات معينة أقولوهن وحنا هننفذ اللي نقدر عليه كله بالضبط اللي نقدر عليه انتوا بتفكروا تتمموا الجوازة إنتا لما تبقوا جاهزين إحنا جاهزين من كله البيت موجود والعريس مستني عرصته انهي بيتي بيتي اللي بتجيلي فيه تملي هو أنت تايها عنه يا نزيرة ولا إيه؟ هم هيعيشوا معكي أمال حيسيب بيت الناس بيتحفى عشان تطول نصه ويروح يشتري ولا يأجر في حتة تانية فعلا عمرنا ما هنلاقي زي البيت ده أيوة بس ما تأخذونيش يا مكدة دي أول جوازة ليها وهي لا أرمالة ولا مطلقة علشان تدخل على العفش قديم لا طبعا وأنا ما يردنيش نجدد لهم قدة عزيز ومارو وكده كده ما انتوا هتاخدوا معا فشوفوا اللي تقيموا بنتكم بيه وفرشوا لها الحلو كله وأنا متأكدة انها مش هتبقى أقل من مستوى وزوء البيت عندي وممكن ننزل الفرج على الأقوض انهم بعد ما نقل شك طب مش لما نخلص من حاجة حاجة الأول عايزة نخلص من إيه تاني القوضة واسبتوك وتجيبوها على زوقك طب وباقي البيت مال وباقي البيت لازموا تجديد علشان يستقبل عروسة ما احنا أكيد هنعمل اللازم لازم إيه اللي هنعمله بقوله يا عزيز اتفضل بعي في البلكونة ندخن سجارة ونكمل كلامنا ونعمل اللازم عزيز ما بيدخنش والاتفاق يكون هنا في وسطنا كلنا أحسن حس كده أسيبكم تسيبنا وتروح فين يا لطي مفيش اتفاق حيتم من غير رضاك انت خلي البنت وفي مقام ولدها اللي يرحمه لا انا بقوله إحنا اللي أسيبكم تشوفوا وتفكروا عايزين إيه بالزبط ونبقى نتكلم بعدين موسيقى 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 سعيدا سعيدا بارك كنت عند جليلة اه اثنان انا نسيت المفتاح فقلت عد ياخده منه ابدا ما بدل اتسوح في الشوارع هتولي الليل انا انا اسفع انا انا برغي واكيد اهو اطل حضرتك حضرتك وتداخل تياتر بقى خالص انا كنت عند الساعة دي باريو سبعين سايب ساعتي عنده بتتصلح وانسته خالص النهاردة خلصت الشغل وقلت عد عليه صدفة حرمة يمكن مكتوب لنا انا اتقابل حين عشان مشرفتكيش الصبح انا قلت اكيد حضرتك مجهورف عشان كده مكنش عرفت اعز علينا كان عندي عملية الصبح بادري عدت على الخير تحب اوصلك لا املوش لزوم طالما حضرتك كان عندك عملية الصبح اكيد انت تعبان وعايز تنين وبعين بني وبينك الجوحي ممكن اتمشى يبقى خلاص اتمشى سوا لحد ما لقيتك حنتور عارفة انا زمان كنت بامشي من بيت قريبي في الحلمية لحد بيتنا في المنيرة من غير مساء اصلا كنت بصرف كل فلوس المواصلات اللي باخدها من اهلي في اللعب وبضطر الوحنش انا كمان كنت بخلص مصروفي من ماما اول لما بخلص كنت تفضل تقولي ان انت ايديك بتاكل كثير ما فيها فلوس وما بترتحيش غير ما تفرتكيها كلها لحد اخر من الليب وكنت بصرفيها في ايه مستيكة اه؟ اه والله كنت بشتري مستيكة واكلها واول لما سكرها يخلص ارميها واكل غيرها مشوره صاير اوي خلص اسرع من المستيكة بتاعتك كان عندك حال صدفة حلوة فعلا اسباح الاخير وانت من اهل العرب يصدر ايه حبيبتي اللي انت عملها فروحي ده؟ 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 هتبقى متضايق عليكي جدا انا مش زعلانة عشان ما مومش موجودة وانا عروسة انا زعلانة علشان من هنا ورايح هي مش هتكون موجودة غير في قلبيها بس يعني ايه يا حبيبتي؟ يعني الست اللي حضرتك عايز تجيبها تاخد مكان امي هتمحي كل ذكرى لها وهتموت اللي فاضل في البيت منها ابدا انت ما تعرفيش نعمات نعمات حنينة وهتحاول تكون ام تانية دي انا مش عايزة ام تانية انا مش عايزة البيت ده يشيل غير ذكرى امي وبس خايفة زي ما الدنيا حرمتني منها تحرمني انت كمان من حتى راحتها ع lactانوية تحرمني 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 تحرم meiofach تحرمني التحرمي تحرمني تحرمني محرا تحرمني تحرمني يcioين موسيقى موسيقى اه صحيح انما جيبتي رسطونا دي منين انا لما بوص شي بعمله ياريت الحاجية التالي مايحد احيزها ده بسارة كده اللي ياريت هو انه نالذت خلينا نقود مع بعض من غير ما نصحع تشاكله هلأ عم بيطلع لأسنة جديد ومش عم بتعذير اتنين مظبوط همونا احنا هلأ بنقود بنيكل مع بعض ونرجع بنطلع لأفو تنسمى ازا بكت ايه؟ هتي مش هتنايميها؟ شكل السهرة صباحي بسار لازم نلاقي حدا يقعد فيها ما انتي مش ساكتر بتدوري مش عم بلاقي حدا تنطمك ده جبت لي ناس كتير بس مش عم بأمين اترك نادية مع حدا منون معلش انا متأكد ان انا هنلاقي شخصة مناسب نصبر شوية بس طب ليش نصبر ونحنا عنا الشخص المسالي انت فيش زعجك بكريمة وهي هون؟ نا طبعا نا وحيكون في ايه؟ انا ما شفتش منها غير كل خير طب لكن ليش ما بتخلينا حد تجرب؟ لاني شايف انها مش احسن حد يقوم بالدور ده وشبه متأكد انها هي كمان هتشوف كده فبلاش تحرجيها وتحرجينا معا ايوه بس ما بدي ردك هلا فكري عمهل بالموضوع ونحكي بعدين بالتفاصيل ما رح نختلف علشان الفكرة مش في التفاصيل ما بحب نادي قوي بس مش عارفة لو بالواضع ده هيكون مناسب لنا كلنا يمكننا انا اللي عم بأعرض عليك الموضوع اذا وفقتم ما بيضال في غير صوفية وانا رح احتيها بنفسي يا حقيقة جيت لديك اسألة وكلمتها؟ لا طبعا ما خلتهاش تتكلم في الموضوع تكلمها ده ايه؟ طب وما لقلتلها ايه؟ تصراحة في الاول قلتلها ديني فرصة فكري عشان ما حبيتش اكسفها بس ما لقيتها عايزة تروح تتكلم مع صوفية في ساعتها قلتلها لا مش هينفع طب انتي مش حاسة انك محتاجة تفكري؟ هي صحيح يعني ما قالتلي ما هي؟ مصدقتش وديني انما برضو لا لا عشان متضايق من الفكرة ولا لا عشان حب الشغل مع صوفية اكتر خليكي صريحة مع نفسك عشان تعملي اللي في مصلحتك لا علشان اما روحت لهم في الاول انا كتسعبان عليها البنت الصغيرة مامتها عيانة ومعزولة عنها ومفيش حد يقعد بيها وكمان علشان دكتور فريد وقف كامب كتير قوي كانش صح ان انا ارفض له طلب وما كنتش مستنيا مقابل انما انا مش هينفع ان انا اشتغل الشغلان ادي بمزاكي لا طبعا لو كده يبقى انت عليكي من ده بايه لو عالجي ميل اديكي ردتي ولو عالشغل طيب ما انت شغالة ومكفية نفسك ومش نقصك حاجة انا هروح اجيب ميا مش عاجبك المكان ولا ايه لا ده حلو قوي مش عاجبني ازاي دولة في الافلام طب ايه رأيك نخش فيلم سينبا بعد الغداء اه بس بس ايه انت مش بقيتي خطبتي رسمي دلوقتي وقاريت فتحيتك عند اخواتك مش رسمي قوي يعني لسه بقيت الناس ما تعرفش مهانا بقى عزمك على الغداء النهاردة عشان نتكلف الموضوع ده ايه رأيك لما نيجي نلبس الدبل نلبسها في الشمال على طول يعني ايه يعني احنا مش صغيرين يا نعمات عشان نضيع وقت من عمرنا في خطوبة وكلام عيال احنا نتجوز على طول ايه رأيك مش احنا قلنا خطوبة او بال ما تقولي نبيلة وبقية الناس ولا حتدخلني عليهم كده مرة واحد لا امو انا بفكر ان انا وانتي في بداية حياتنا الافضل اننا نسكن لوحدنا عشان نتعرف على بعض اكتر ونتحوض على بعض براحتنا لوحدنا فين يعني المطرح اللي تقولي عليه بورسعيب بعرضها بتاعتك بورفقات كمان لو عزتي عشار انتي بس انت عيس تجاوزني في السر يا صدي بيه ميش تبيني باكوه تبقى عن اذنك و دقيقة وهارجع خوضيت الحياة فريد صباح الخير صباح النور زيك يا صفية عائل انت زي أحوالك الحمد لله نفترك كل العيدة سبقيتنا لا بس ممكن أشرب أحوال من ايدي بحقيت ايه ده صباح الخير يسعد صباحك أجيب لحضرتك الفطار لا أصفية بتجيب لي أهو أصلا نزر من أصر كمان شوق أيام وعايز عبا خفيف عشان الصفر خير في حاجة لا أبدا زيارة شغل صحيح أنا كنت عايزة اعتزر لحضرتك على أن يعني أني اعتذرت المدام عايدة عن الشغل عندكم مش عايزة كنت زعلوا مني أنا كنت مبسوطة وأنا بساعدكم في ظرف صعب وما كنتش مستنية أي مقابر بس ما تأخذنيش ماينفعش أبدا دي تبقى شغلانتي أنا معرفش أن عايزة اتكلمت معاكي في الموضوع ده بس هي من كترة ما اتطمنت على نادية معاكي كان بيودها أن ده يحصل أنا آسف جدا لا أبدا ما حصلش حاجة أنا مشكلة قوي على ثقاتكم فيه ويا رب تلاقوا الوحدة المناسبة قرية أنا بكرر رح تزوري وبأكدلك أنه ما كانش القصد أبدا دي مكانتك عندنا أكبر وكده بكتير أعرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جوزني يا بابا مالوش لزوم لا يفتنوني بنات اليوم جوزني جوزني يا بابا أي يا قبلا لسا مالبستيش؟ خشي بس عاوتي عاوتي طيب يلا يا قبلا هنتأخر لا ما احنا مش رايحين في حتة ليه قبلة خير كفال للشر زي ما قولتلك يا جليلة بيستعر مني ايه قبلة اللي انت بتقولي ده لا طبعا ما كانش راحل اخوادك شايفني اللي هي الا قوي لما الموضوع قرب اما هو بعد طب اهدي بس وفاهميني بعد ازاي عايزنا نتجوز بيت غير البيت اللي هو عايش فيه عايز يجوزك في السر لا في العلد بس هنعيش في بيت تاني عشان ما يمشي مشاكل مع بنته لغاية ما بنته تتجوز وتخرج برا البيت عشان نقصر الشر طيب ما يمكن ده الاحسن فعلا احسن في ايه ان المستعر يدخلني بيته ويقولي كل الناس ان انا امراضه طب انا اش ضماني ان لما بنته تتجوز وربنا يهديها انا هنقول الرضا وبعدين بنته لما تتجوز مش تفضل رايحة جاية عالبيت ايش ضماني بقى اني حنقصر الشر ساعتها طيب ما يمكن بنته دي كويسة وهو بس اللي خايف يا حسن تزعي كويسة ايه انت مش عارفة حاجة بنته دي ساو ده كل اللي كانوا بيشتغلوا عندها بتطفشوا وهو من وراها يجبوا وميشتغلوا عندنا في اللوكانتا عشان ما بيحبش قطع الأرزاء وعشان طيب وحنين ومش قليل الاصل او انا اللي كنت فاكرة كده لا يا قبله هو كده تمام هو يمكن بس عارف مصلحتك فين وبعدين مستعرم منك ازاي قبله هو داير معاك طول انه عارف الشوارع انا داير يا جليلة يا قبل الراجل ما قالش حاجة غلط يمكن ما قالش حاجة غلط يمكن بس الكبسة وحشة ولا تكبست معلش طيب انت قلتلو ايه بعدها قلتلو احنا محتاجين وقت وبعدين نستعجل لي ولغاية مؤمولنا تتحل انه بقى نتمم الجواز وبعدين بيروا فاطة القطبة دي احلى فترة وموانا ملحيتش عايشها قلتا مدها بقى الله يحزك يعمل بس عايخي رضوفة دي انا اتفعها لما تجيبها لحاجة وانا ترى الطعام منكم دلاتي انت كل الشواء تلبتك تكتر كل المرعة طول المرة اللي جاية المرة اللي جاية لا يا خواجب ما تحسسنش ان انا بنصب عليك انا مرسيكم الاول ان ده بالشغل الحكومة عشان يطلع بمعاد طيب بعدين امتى يعني يطلع خلاص المقابلة الجاية تبقى الحاجة معايا مش خلاص ايه يا مارتينا احنا هنصدق ان احنا اصحاب وقاتين بناخد مع بعض الشاي ولا ايه وبعد مش المرة اللي فاتت قلتيني ان القادة دي مش هتتكرر تاني عندي حاتش حرك المكان ادوري الراجل ده والناس دي كله وادوري اسحاب المكان ده كمان ورزت دي يلا بطرع بطرع يلا اشتركوا في القناة 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 ياه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه انا مدمناك مع اني عارف انك طريق اخر وصراب لنا ادرى من حبك اخف ولا ادرى اعراب الانسحاب مع اني عارف انك طريق اخر وصراب لنا ادرى من حبك اخف ولا ادرى اعراب الانسحاب انا مدمناك اشتركوا في القناة لنا ادرى من حبك اخف ولا ادرى اعراب الانسحاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة